السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والتحية طيبة لجميع المتتبعين داخل الوطن وخارجه ومرحبا بالإخوان الجدد مرحبا بكم جميعا اليوم سنتكلم في واحد الواقعة هي ديال الأخ المهداوي ودار في واحد الفيديو ديال المغرب بعنوان المغرب غالط أنا قلت المغرب والغالط ماشي توسو فقط وماشي النظام الجزائري وفقط وماشي نظام فرسي وفقط وماشي نظام مورتالي وفقط وهذا الفيديو خاده الخصوم يعني صراحتان وشدوه وداروه كمادة كيهاجموا بها المغرب هذا الخصوم يعني كنقوله الدباب الإلكتروني أو ما شابه هذا الشيء كيهاجموا المغرب وخادوه كاستشهاد وهي خرجة كانت مع كامل أسف غير موفقة المهداوي صراحتان وغنهضروه في النوقات ديال هاد الفيديو هادا وشنو اللي تقال فيه هو بشكل خطير ماشي شكل بسيط يرى الكلام هنا ونكا نقول للأخ مهداوي أن الكلام يعرف اشنو كيقول لا ركني الناس كيقتنسوا هذا التبسيط لك الدير وذلك الكلام لك الدير وكيضربوا به الوحدات الترابية وكيضربوا به يعني كياخدوه كمعيار وكيبدو ياخدوه مرسوات وكيستغلوا هالمسألة هاتي فالأخ مهداوي إنسان يرد باله لأننا كله ابن آدم الخطأ يعني إنسان كيخطأ بطبعه غير هو مالك يتعلق بالقادية الوطنية المغربية هي خارج نطاق المزايدات ولا البتيزاز ولا غيرها ولا الربح في الأدسانس ولا غيره لا هذه قادية وطنية قادية مقدسة وماشي كتخص بحال لذلك الجهلاء ولا لذلك الأغبية كي ننشي أغبية لخارج أرض الوطن وخونا ما نقول لهم خونا ما كي حاولوش يفصلوا القادية الوطنية على النظام فالقادية الوطنية ركت تعلق بجميع المغاربة من أقواهم إلى ضعفهم ومن أغناهم إلى أفقرهم لأن هذا عرض ديال الوطن هذا وديال المواطن هذا هذه أرض هذه وكل شيء وكل جاء الناس ضحاوا بالغالي والنفيس والأخ مهداوي كنظن من موليد 1979 ما يعرفش هذا الشيء لو لأنا معه ولكن أبأ ديالنا وجدادنا ركي يقول لك أن المغرب الحالة ديال المواطن المعيشة دياله ما تزيرت عليه تل 1975 ولاش تزيرت عليه تزيرت عليه لأن هذا القوت دياله اليومي ولكي يقسموه مع إخوانه ديال الصحراء المغربية في البناء ديالها وفي تشيء ديالها واللي هي ولات هذه المدون أو الأقاليم الجنوبية عروس لمنطقة فهنا خسنا نرده البال وهنا غندخل ونفتح القوس وغندخل على الأخر المهداوي بواحد المداخلة على لسانه هو كما قال مسمح لي أخويا ما سأل ما قالش يا دي خلين نهضرش شوي فما لي كان تكون شي حاجة غالطة غنقوله ستوب ستوب باش نتصنطوا لها مزيان فمن أول حاجة لي قال الأخر المهداوي بحال هادي مثلا مع كامل أسف ولأننا في هذه البلاد السعيدة كنا عيشوا جو غير طبيعي ما تقدرش تتركي ما بغيش هذه حقيقة هذه حقيقة ما تقدرش تتركي في ما بغيش كنا جو دي الخوف منذ 2017 جو غير طبيعي في المغرب عرفتش يا الكلمة جداروا فيها في الجزائر جو غير طبيعي في المغرب هنا أعطيتي الكيان الوهمي وأعداء الوحدة الترابية أنهم يقول لكم هذا ما كنا كنا نقوله هو بالصح أنت أسمع واحد البوق دي النظام شنو قال جو طبيعي غير طبيعي بحال نحن حاطين لنا المؤسس من يمكن تخرج ما خلصك تقول ما غير تعبر ما غير دوي مواله وأنت بنفسك نكتعبر وما كتنهار كامل ما كتتجبد وزير الداخلية تجبد ما تخلي من جبد وش عمر شي واحد جا عندك أو قال لك شي حاجة وعداد منهم كي هدروا طبعا لا لكن هنا مالك يتمس القادية كما القادية التي تشدتي فيها ويا قادية هذه التي تشدتي فيها وقادية حال أخرى هذه فأنت كتقول كتقول لا أنا رأي مشيت غير أن أيام تريف مشيت غير باش ندير تقرير صحفي ولا كي لا تقرير صحفي ها سي المهداوي رأكت يا أخويا كتدير تصريحات أنت اللي كتدير تصريحات ومجوقين عليك وكتدار وتدار الماليك وتدار عليك هذا وتدار عليك هذا أخطح واحد سؤال قال لك المهداوي قال لك الماليك والشعب لا يشمعان فهناك يقين فرق ما بين أنك مشيت تتصور ولا تدونك صحفي أو تتكون نجم ديال الحفلة وهذا السجن هذالك تقول مرة مرة هذالك تجيب وراء خدمك تهو رأولي خلاله مهداوي معروف دابا سواء على الصعيد الوطني أو خارج أرض الوطن فربضراتي النافعة نشوفو حاجة أخرى تاني اللي تكلم في عن مهداوي ماذا كان فكرت نقول واش غنواجه جزائر بهذه الشمكري قلتي واش غنواجه الجزائر بالشمكارة هنا سبيتي واحد فئة من المواطنين المغاربة وما هم بشي المغرب واش كتعرف انت شنو واقعة واش تشوف انت هاي الهجوم اللي كيفش يهاجمو ها واش كون لهم هذوك 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 رأة ما شيت هذوك رأة مع المتصفات البشار وابناد المسنطح مدمغ اذا البغتي باش تواجه والحرب هذي حرب كلامية حرب إعلامية حرب حرب كل شي جائز فيه اللي كين ولي ما كينش واشوف الحملة الشريسة بالأكاديب اللي داروا الملك كيفش داروا لي وملي كانت تنسوا واحد نحناش فورصة لا خامش هذوك ما جمع ما خصوش نستغلوا هذي دبال اللي خصونا عرفوه انت كتبان كأن واش المواطنة فيها محايدة انك كواطنة المحايد هذا ما شواطني كتسمها بحلاء اشنو خيف على الجزائر اللي تقلقوا عليك او خيف على توانسة اللي تقلقوا عليك انا كمواطن مغريبي يضربوا رأسهم ملاحظ بلادي هي اللولى بلادي هي اللولى اللي بغا يتقلق يتقلق ولي ما بغاش يتقلق شغل ويدك ملكة مثلية شبر من الارض يلي ورمان اقلش عليك اندخل فكتول وعرض ولكن هذي المحابات لا ما خصنا اشنوها اه كلام لايت شعج بشكيتو وبشكيتو راكيتكال هالتونسيو ف يتواجه مع الشمكارة ويتواجه على قضية اخرى وكان ستحضر واحد مسألة كان ماتش دي الكرة ما بين مصر وما بين الجزائر فالجزائريين ملكة جاء عندهم مصري انها راه راه السعنو بالقطاع راه خرجوا الناس من الحبس باش يهاجمون مصريين وكان معاهم ديك الساعة نجل حسني مبارك اللي هو كان رئيس جمهورية مصرية رمضان قلنا رأيك ايه احداث اللي حصلة في مصر من يوم مصر والجزائر والله الجزائر دولة اقل من ان احنا كمصريين نتكلم عنها يعني ايها دولة مين الجزائر احنا احنا كمصريين شرف ليم ونحنا نقول كلمة الجزائر بس فهم شعب غريب يعني شعب انا شخصين مش فهم هل هو عربي ولا هل هو اوروبي يعني عامل زي البنى ادم اللي لمنه رجل ولا منه ست اذا هل تتعامل مع عقلية رف الحاضيذ عقلية ماشي في المساوى اش بغير دلم ذاك الحوار ديالك لا الخوش لا احبابي لا لا بغير عقبية غيدخل عندك لا بسألة اللي كتعلق في وطنية كتكون فيها كل شي جائز اللي كين واللي ما كينش واللي تقار يسكت يسدفهم هو وأننا كنعيشو شبه عزلة اقليبية في المغرب الله يودي الله يودي المغرب عيش شبه عزلة الله يودي الله يودي يا المهداوي وراس احبيرها المغرب منفاتيح بوحد شكل لا يوصف وكيمد ليد العون ويد المساعدة سواء للجزائر يبغي يمد معهم يد المصالحة وهما عندهم بقى ديك المدينة النيف المكلخة شدهم تونس راشفنا شنو دار معها الماليك راشفنا معها اللي ما دار التشي ماليك فوق الأرض أنه ينزل بالعرش دياله يتمغا ديك يتمشى معهم بدون بروتوكول بدون تحاجة وقد تاريخية وتحسب لصحاب الجلالة أكثر من هذا الانفتاح فين هي العزلة هنا إفريقيا كذلك مثال مولادك تعيشوا معنا هنا داخل المغرب وتوحد ما يقدر معهم وتوحد ما يقسم السياح يجوا عندنا ويمشيوا عندهم السياسة كذلك ديالانفتاح في المحافل الدولية ولا الرياضية ولا غيرها فين كين هاد العزلة وشرتي المسألة خطيرة ثاني أخرى العلاقة بسبانيا شبه يعني مو علاقة أنتو ماشتو سبانيا غير نعتاوه موقف ما السبتا ومليليا وتشووه سيقول لك في حكم الداتي بشعر نوك علاقة مجيفة على الأولى ودب أنت بغي جبد الزقاء للمغرب بغي جبد أليه نحل المغرب دبا ما كيهدر لعلى سبتا لعلى مليليا المغرب من عهد الحسن الثاني رحمه الله وغادي خطوة بخطوة مغرب توجهه ديالو لكل كين الصحراء المغربية وبطر الكيان اللوهمي ولكن من اللي يجي كادقول سبتا ومليليا غير نوضك إسبانيا غير أشهد الهضراء دبانتا كتدير بحل دك للكلام يكيقول كتفكر العماء القيس الحجر وبعد مرات كيف تسموه للكلمة هذه حالة كتفكر واحد أنه تضربه بالحجر كيف بده يشير ولما بده يشير بالحجر فرافين ما جات واشا السبهداوي انت معانا ولا مع غانا علاقة مع موريطانيا كديرا علاقة متوتيرة دا كل شي عارف من شحين هذه علاقة مع موريطانيا من شي مزيان خلقوا قضية السبهداوي كل واحد فينا عنده طموح معين وكين وحد القضية ما تكون كذر وهذه يخذها كنصيحة راك يسمعك القاري واللي ما قاريش وكين وحد الفئة من ناس اللي ما كيناش ما كتبانش على شوشي الميديا ما كتبانش في المنابر وهي فئة متقفة متعلمة خاطيرة للغاية كين وحد العلم كيقولوا ليه علم البيان والبيان كتعرف أول كلام هد علم البيان من خلال التدخلات ديالك وكي هاد شي كيوضفوه وقديم ماشي جديد وانا رام فهد سقراط هاد علم بان هو اللي كيوضفوه في الحوارات السياسية أو في الحوارات الصحافية مع السياسيين فمن خلال الكلام دياله كيبقى يعودوا كيعرفوا الشخصية دياله شن هي وكيعرفوا شن التوجه دياله وكيعرفوا شن المبتغة دياله من خلال تكرار الكلمات أو الجمل وهذا العلم هو في اللي فاجأ فيه السقراط من اللي شايف هذا كاليوناني شاب وسيم ضعضلات وقل تكلم يا فتى كي أراك تكلم يا فتى كي أراك بمعنى بغي يشوف شنو في الجعبة دياله هذا هو علم البيان وشنو قاله سيدنا العرب اللولين إن الإنسان مخبوء تحت لسانه أو مختفي تحت لسانه إذا تكلم ظهر كي أمسال واحد إنسان مريح ما غيرتعرفه وش كونه هو غامض ولكن مليك يتكلم ما غيرتعرفه واش متعلم واش أمازيغي واش عربي واش فرنسي واش يوناني واش 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 ما غيرتعرفش عليه على الشكل دياله وإنما مليك يتكلم هو فمليك يتكلم أرى معروف المقصود ف حداري أنك تلبد المسائل هذه أن الناس يتبعوك ولكن ما غيكون شي خطار معين منك غير هي مسألة كتهجن هذه الناس كتضعف هذه الناس في القضية الوطنية وكتوهمهم أن الناس اللي شادين زيما من الأمر كخارجية وكذا أنهم حلا الناس لا يعرفوا وغالط المغرب غالط إذا أنت لعرف ونتقدرتي لنا بحل ذلك حسنين محمد حسنين هيكل وراكم عجب به وديما كتذكره ولكن حسنين هيكل خاصة تعرفوا هذه القضية ما هو إلا كذب وما هو إلا كان جاسوس دي الأمريكا على مصر نفسها وطباله غياط من عهد الملك فاروق فملي كان كتب الملك فاروق جاء جمال عبد الناصر ولا لاس قليف دلوع جاء أنور السادات دار له نود ونود بقى كتل السق على حسن مبارك وحط شيء أكاديب على الحسن ثاني نفسه وفضحوه المصري نفسهم على أنه كأكاديب وحتى مصطفى أمين اللي كان أستاذ دياله أنه رجال هالهضرة هذي قال لي حسن هيكل فيه ميزة ديال كذب فأنت معجب كذب معجب وحد خائل البلاد دياله وشكي قوله في الحكمة الشبيه الشيء من جذب إليه فما بغيناك شكون حسن هيكل ديال المغرب وخال باب رمس زودالك ما تكلم على القضية الوطنية أنا احترس لأن هذه القضية تهمنا جميع وما تهمك شخص وحدك وما يتلع لديك المنظار السحري الذي يرى الحقيقة في هنا لا عندها قضية الوطنية هما يقرروا فيها هما يأعطون الغالط ولا غالط أما نحن نحن نجلب الناس الذين هاجموا بلادنا هذا دورنا يعني دور الصحفي ودور المتقاف ودور الجمعاوي ودور الحزبي ودور النقابي هنا مالك تكون شي حاجة من جي من البرانية هنا كتبان أحزاب تيخص الكتاب النقاب التهمة الجمعية التهمة يكون التفاف حول القضية الوطنية وكان بينو أن نرى كينين شي خانعين وبالله ونسمحوا في حقنا لذي كشرا ما كينش وهدي كتفكرني في المعركة من أحد المعارك في عهد الرسول عيسى والسلام وكان في صحابي يقولي أبو دجانا وهذا أبو دجانا تم غادي قدام الرسول والعدو أنفاس معاه وغادي كتب اختاره كتب الجاح كتب الجاح اسمعادي كلا يبادش واحد لم يصوق ما قال للرسول والله إنها لمشية يبغضها الله ولكن في هذا المقام يحبها يعني هذا المشية الذي يدار أبو دجانا يبغضها الله من أن تكون عادي ولكن في المقام الحرب مع العدو يبغيها لماذا كتفزعوا كتخوفوا وكما قال ناقول يوم بونابارت قال واحد كلمة كلما أظهرت اللي أحكي لي عدوك أرهابته أكتر وهذا ما يبقى يشوفه بعد مرات في الدول يدروا استعراض للأسلحة ديالهم وكذا وهذا وكذا ولكن هذا الخنوع اللي يبغي المغاربة يكونوا فيه هذا أمر مرفوض فمن الذي يتكلم على القادية الوطنية عرف أن لمشي تتعلق بك أنت وإنما تتعلق المتقاف وفيه شيء بالمتقاف فأرجل الظن وأعرف أن الأعداء يقتنسوا هذه المسائلة يقتنسوها وباغين غير من أن يشدوا فمتيني وبالخصوص أنت واختين لكو هذه النظرات أنت بوق النظام إذا مليك تتكلم على شيئ أجا كتصدق محسوبة على النظام فمتيني شو نقول لك فالأدسنس ما أنه يكبر وسمان على قبل القادية الوطنية والتي تم المغاربة من طانجة البويرة قادية وطنية خط أحمر وخطيرة وغير مسموح لا في الداخل ولا في البرا أنه يهين الوحدة الترابية الوطنية وأكتفي بها القدر أخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله